تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورت اللي بتابعوني في تويتر وفيسبوك وإنستغرام بيعرفوا أني اليوم نشرت موضوع يعني بتغريدي سريعة تقريبا لساعة ثلاثة كانت تتكلم عن احتمال يصير شيء ما بين ليفربول و باريس سان جيرمن في باريس سان جيرمن حتى الآن إمبابي عم بتجنب فكرة المفعوضات لتجديد عقده الظروف المالية في كرة القدم قوارين اللعب المال النظيف اختفاء جزء كبير من دخل الأندي بشوي يماطل بمسألة تجديد عقده بس إمبابي بينتهي عقده بـ 20-22 معناها لو ما تجد بـ 21 بدو يطلع ببلاش معناها 180 مليون يورو دفعهم سان جيرمن قبل خمس سنين راحوا بس مقابل الفوز بألقاب الدوري بدون تعويض مالي عشان هيك سان جيرمن هيحاول على الأقل يقالوا حل وسط أنه ما يخسر كل هالفلوس على الفاضي هذا بالجهة الفرنسية بالجهة الإنجليزية مع ليفربول لجي من العربي محمد صلاح طبعا طلعي صرح في الماضي هذه التصريحات أنا ما زلت مؤمن أنه مبالغ فيها تفسيرها مننا مش تصريح صلاح تفسيرنا للتصريح كان مبالغ فيه لكن بنفس الوقت فيه حالة عدم ارتياح حالة عدم استقرار حول محمد صلاح ملموسة في ليفربول وهون طبعا كلوب زنبي بيفهم وبيعرف أنه إذا فيه لاعب نجم وسوبرستار دخل بهذه المرحلة وعادها موسم تاني بتنزل قيمته التسويقية والسوقية بشكل رهيب وأداءه أيضا بدخل بمنحة غلط فلصريح الفريق أنه والله يطلع صلاح بمبلغ كبير وتستخدم الأموال بشكل تاني لو فعليا الكلام اللي مقصلنا صح أنه ممكن يكون كل هذا كلام غلط الآن في مشكلة هون لا صلاح ولا أمبابي في أي نادي كرة قدم في العالم حاليا بقدر يشتريهم بعشرين واحد وعشرين بدون ما يخالف قوانين لعب ما نظيف بدون ما يدخل في مشاكل سيولة نقدية رهيبة طيب والحل ناديين عندهم اتنين سوبرستار اتنين دائما كل سنة بتلقاه بالتوب فايف بالمرشحين للكرة الذهبية وبالنسبة لناس يعني شي كبير جدا اتنين سوبرستار سوبرستار شو الحل؟ حل بدلوهم فعشانك أنا أتوقع ممكن نشوف شيء مفاجئ يصير صفقة تبادلية بينهم بالنسبة لبريس سان جيرمن أنك تحصل على محمد صلاح معناها تحصل على جماهير ليفربول ومتابعتهم لإلك شوي تحصل على الجماهير العربية كاملة وهذا مهم لسان جيرمن نتيجة ملكيتو العربية القطرية وهذا الجزء الأول وبالنسبة لليفربول الأخبار دائما تربط في إمبابي من سنة ونص من سنة ونص دائما فيه كلام إمبابي ليفربول لأنه سريع بيضغط بيشبه سلوب كلوب هدف يعني فهو بيلعب بجهة صلاح أيضا على اليمين فدائما فيه كلام عن إمبابي 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 بما أنه فيه رغبة عن ليفربول تبدو من تحت لتح من نسبة لكيليان وما أنه عن سان جيرمن فرصة أنه ما يخسر إمبابي مجانا يحصل على صلاح وأيضا بنفس الوقت يحصل على شعبية صلاح والاهتمام العربي بقدرات صلاحه وإنجازاته فممكن أن تشوف هذه الصفقة أنتم تتوقعوا هذا الشيء صير ولا لا موسيقى